لسا بنتكلم عن الانتخابات بالمناسبة وصدر أو أصدر الحزب الليبرالي المصري تحت التأسيس بيان عن موقفه من الانتخابات الرئاسية خد بالك الحزب الليبرالي المصري طيب الحزب الحقيقة أعلن فيه عن دعمه وتأييده للمرشح الرئاسي فريد زهران رئيساً للجمهورية هذا بالنسبة لي تصفيق حاد قولي ليه؟ أقولك فريد زهران معروف بأنه شخصية يسرية مهمة جداً بالمناسبة يعني كاتباً مفكراً إلى آخره بالإضافة إلى أنه أساس فريد هو يترأس حزب عملياً تقدر تصفيقه بأنه يسار الوسط الديمقراطية الاجتماعية في مصر طيب أنا لسا كنت بقولك إيه قلت لك فريد زهران ليس مرشحاً ليسار الوسط فقط ليس مرشحاً لليسار المصري ليس فقط ليس مرشحاً للحزب بتاعه وحسب فريد زهران هو مرشح للمعارضة المصرية فالمعارضة المصرية دي طفها واسع جداً فيها ليبراليين فيها يسار فيها يسار وسط إلخ إلخ وبالتالي فلما تلاقي إنه البيان بتاع الليبرالي المصري بقول لك يا جماعة إحنا بندعم فريد زهران إحنا بنرشح فريد زهران فده تأكيد البس اللي أنا بقوله لك إنه هو مرشح عن المعارضة المصرية اشتركوا في القناة